وينضم لنا القهرة الدكتور محمد الشاكر الأكاديمي والباحث السياسي السوري دكتور أهلا بك معنا هل نتوقع أي اختراق لكسر الجمود السياسية الحاصل خلافا للجولات الثلاث الفائتة بداية مساء الخير وأهلا وسهلا بك وبيأل أخو المشاهدين في الإطار العام بالنسبة للجنة الدستورية ربما الإيجابية الوحيدة التي تسجلها اللجنة الدستورية هي أنها تقول بأن الحل السياسي مستمر أما بالنسبة لي وجود حل سياسي تنجزه اللجنة الدستورية فهذا أعتقد أمر صعب ومستحيل لأسباب كثيرة منها أن السيد بيربي درسون تحدث في تقريركم بأن تطبيق القرار 22-54 اللجنة الدستورية تضمنتها المادة أربعة من القرار 22-54 وتراتبية المادة أو القرار واضحة في تطبيق القرار 22-54 والتي تبدأ من حكم مشترك شامل وغير طائفي يشمل الجميع أي النظام والمعارضة وباقي أيضا المعارضات الأخرى أو جميع القوى السورية هذه مهمة من؟ مهمة هيئة التفاوض للأسف تسع جولات من هيئة التفاوض لم تقدم التوافق هذه المرحلة الأولى السلة الأولى يعني هو ديمستورا سماهنا أربع سلال هذه السلة الأولى السلة الثانية هي إنجاز دستور والسلة الثالثة لانتخابات إذن نحن قفزنا من السلة الأولى إلى السلة الثانية لذلك لن تستطيع اللجلة الدستورية أن تقدم أي حل هذا من ناحية عدم تطبيق قرار 22-54 من الناحية الثانية أنا أتكلم عن سيكولوجية الطرفين نفس أعضاء الذين خاضوا تسع جولات من التفاوض العقيم دون الوصول إلى أي نتيجة ودون الوصول إلى التوافق الذي ينقلنا إلى كتابة المبادئ العامة في الدستور السوري نفس الأشخاص أصبحوا أعضاء لجلة الدستورية إذن من الصعب تحقيق التقدم في العملية السياسية البعض يتحدث ليس الإشكال يقولون ليس الإشكال في اللجنة أو في أعمال اللجنة ولكن في غياب إرادة سياسية من أجل كسر هذا الجمود السياسي الحاصل وفي ظل أيضا تشبت كل هذه الأطراف برأيها أولا أولا الإرادة السياسية أنا أرجعها للدول التي كتبت القرار 2254 وهو قرار جاء كصيغة توافقية بين بيان جينيف وبين بياني فيينا إذن أصبح أهدى دولية وليس هناك أي إرادة ولكن نحن كسوريون نطالب بتطبيق القرار 2254 بحدافيره حتى تسير العملية السياسية طبعا بالنسبة لما يجري باللجنة الدستورية تصوري بأن آخر جلسة مثلا كانت تتحدث عن الثوابط الوطنية لا يوجد شيء اسمه ثوابط وطنية بمعرض الحديث عن الدستور مسألة الثوابط الوطنية كان من الأجدى أن يتم مناقشتها في عملية التفاوء في العملية التفاوضية التي استمرت تسع جولات بينما العملية الدستورية تحتاج إلى الاتفاق على المبادئ العامة أي المبادئ العامة التي تحدد شكل الدولة وشكل النظام السياسي وإذا لم نحدد شكل الدولة وشكل النظام السياسي كيف نستطيع أن نصل إلى اتفاق وأنا قلت لك بأن مهمة التفاوض هو خلق أو إيجاد حالة التوافق بين الأطراف السورية للأسف الصراع السوري لا زال لم يصل إلى مرحلة التوافق سواء بين القوى العظمى وسواء بين القوى الإقليمية وسواء بين أيضا السوريين أنفسهم دعنا نكون صريحين هناك كثير من المعارضة الديمقراطية غير ممثلة في اللجنة الدستورية أو غير ممثلة في العملية السياسية ككل لذلك هذا اختراق أيضا للقراطية 2054 الذي تضمن عملية سياسية تشمل الجميع بمأنه ليس هناك استقرار على تصور سياسي واضح كما ذكرتها دكتور محمد وهناك قفز على السلل من السلة الأولى إلى السلة الثانية فضل كل هذا التوتر الحاصل هل اجتماع يوم وغد سيكون ربما هو حوار سياسي أقرب منه إلى تفاوض؟ أعتقد هو مجرد مضيعة للوقت لإيجاد مخارج حقيقية لربما إعادة هيكلة المعارضة السورية أكثر ومن الناحية السياسية ستتكلم أيضا إبعاد التغول الإقليمي لتركيا وإيران في الملف السوري التي أصبحت بصراحة تستحوذ على الأرض وهناك مشروعين خطيرين يعني مشروعان خطيران هو المشروع المجال الحيوي التركي الذي يشبه شمال قبرص وأيضا المشروع الطائفي الإيراني وهذين المشروعين بصراحة يهددان النسيج المجتمع السوري إلى درجة أنه يهدد حتى التسوية ربما التسوية تنجز يوما ما بينما ما يجري على الأرض هو بصراحة يعيق أي تسوية هذا من ناحية من ناحية أخرى حتى الإجراءات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية سأعود إلى اللائحة التنفيذية للجنة الدستورية يعني هناك آلية من الصعب أن يتوصل أطراف فيها إلى أي حل لماذا؟ لأنه افترضت اللجنة الدستورية للإقرار أي تعديل أو أصلاح بأن تكون نسبة التسويت 75% 75% في عملية حسابية بسيطة يعني تحتاج المعارضة إذا تريد أن تعدل أي بند بالدستور السوري إلى 113 إسم لو حسبنا موافقة كامل المعارضة السورية 50 وكامل المجتمع المدني 500 هل من المعقول أن نأخذ 13 صوت من النظام؟ إذن أنا أرىها مجرد نضيع والوقت والاختراق الحقيقي يتحقق بجلوس السوريين والحديث عن الأسباب البنيوية التي أدت إلى هذه الهزة العنيفة وتلافيها ليس من أجل الموالين والمعارضين وحسب ولكن من أجل الأجيال القادمة ومن أجل الحفاظ على الدولة السورية هذه المحددات هي الخطوة الأورى ربما لإحداث اقترام حقيقي بالعملية السياسية يحقق التوافق ومن ثم يحقق الاتفاق على المبادئة العامة شكرا جزيلا لك من القهرة دكتور محمد الشاكر الأكاديمي والباحث السياسي السوري شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة